لا لا احنا مكناش فاكرين كده احنا فاكرين النصيحة قيمة اضافية بنقدمها للناس وممكن نمنع على الناس بيها قالوا لا 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 النصيحة عبادة فلذلك النصيحة لها اصول الامر التاني النصيحة لله ولرسوله النصيحة لله ولكتابه ولكتابه يعني ايه؟ يعني النصيحة لكتابه اي للبيان وكأنك ستأتي بمعنى من معاني البيان الرباني فما ينفعش انت تنصح وقلبك ما يكونش منور فلازم كمان النصيحة وعلم لان الكتاب لا ريب فيه فلما تيجي تنصح تنصح انت فيك وفي نصيحتك المعاني الموجودة في الكتاب يبقى النصيحة لله ولكتابه ولرسوله رسوله صلى الله عليه وسلم يعني للأخلاق انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق انت مولنا وكأنك بتشرح بطريقة تانية احنا معتدين على طريقة تانية اننا انصح للرسول يعني يعني انصح للرسول فيبقى نصحتي معناها اننا اتبع رسول قلت له ايه ما تتبع في ايه؟ في الاخلاق انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وإيه تاني وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يبقى النصيحة عبادة تعالوا نشوف المنظومة ازاي النصيحة عبادة ثم النصيحة علم ثم النصيحة ماذا؟ ثم النصيحة للأخلاق وللرحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لعمة المسلمين لعمة المسلمين يعني ايه؟ النصيحة للأمام لأن الأئمة أئمة الإسلام هم القدوة الذين يأخذون الناس للأمام هم الذين يرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أن تستمر الحياة فإن اللي حاصل؟ فالنصيحة أيضاً لماذا؟ للتقدم للأمام فما ينفعش تنصح واحد فنصحتك تخليه يرجع أو ينتكس لازم نصحتك لي تكون للأمام لأئمة المسلمين ثم النصيحة لعامة المسلمين لكي ينتشر ويعم المحبة والخير في الناس إيه ده؟ يعني النصيحة لكي تكون النصيحة تكون كده نصيحة فيها الإخلاص والعبادة ثم فيها العلم ثم فيها ماذا؟ الأخلاق والرحمة ثم فيها أيضاً ماذا؟ التقدم للأمام ثم في النهاية أن يشيع الخير والنماء والرحمة والجمال بين الناس هي دي النصيحة تبدين إيه غير كده الدين إيه غير كده عارفين سيدنا الإمام النووي لما شاف ده هو ربطها بإيه؟ ربطها بأركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وماذا؟ واليوم الآخر والقدر خيره وشره لما تيجي تفهم ده هتلاقي مكأن النصيحة هي التي بها تحقق الإيمان تحقق الإيمان بالله فالنصيح عبادة تحقق الإيمان بالكتب وهو القرآن جامع الكتب كلها فتحقق الإيمان بالكتب فتحقق الإيمان بالكتب أن أنت تنصح وأنت على علم وتحقق الإيمان بالرسل طيب فيما لك ما هي في الإيمان بالله وكما تحقق الإيمان بالرسل أن تؤمن بالأخلاق الذي أتى بها الرسل وأتى بها حضرة النبي والرحمة التي من أجلها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وتؤمن باليوم الآخر يعني إيه؟ تؤمن بأن تعمل عملاً لماذا؟ الكيس ومن دانا نفسه وعمل إلى ما بعد الموت فتتقدم للأمام ويوصل الأمام لغاية اليوم الآخر وبعد كده إيه؟ والقدر خيره وشره فتعيش بقى في العلاقات ما بين الناس وتعيش مع الناس بهذا الجمال اللي ممكن تعيشه ليك حق يا إمامنا؟ ليك حق يا إمامنا؟ يا نور عيوننا سيدنا الإمام النووي رضي الله عنه ليه حق أن يقول الحديث ده عليه مدار الإسلام؟ ليه عليه مدار الإسلام؟ لأنه كمان بيحقق كمان 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 لو رحنا للإسلام بالمعنى مش الإسلام بمعنى الديانة لكن كمان الإسلام بالمعنى النوعي ليه طيب؟ هتلاقي كل واحدة من الخمسة دول بتوسلك لعبادة من العبادات لأن العبادات هنا هتكون رمز إيه ده؟ الحديث ده عجيب بس إحنا ما قرأناهوش بالطريقة دي أنا عايز أقولك إن الحديث ده ممكن يتقرق بأبعاد كتيرة جدا جدا مقاصدية بس أول حاجة بتوقفنا وإحنا بنسمع الحديث ده إن حضرت النبي لما حاب يعبر عن كلمة الدين بحاجة اختار كلمة واحدة بس هي النصيحة وكأن المعنى إن حضرت النبي عايز يفهمنا إن دين الإسلام أو الإسلام هو النصيحة أيوة يعني إيه بقى النصيحة؟ يجي الإمام بن الأسير لما قال النصيحة هي النصيحة عبارة عن كلمة يعبر الإنسان بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له وعشان كده الإمام بن الصلاح يقول النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام النصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا وبناء على ذلك تبقى النصيحة بتشمل كل خصال الإيمان والإسلام والإحسان كي إننا كمان النصيحة هتدخلنا على حديث سيدنا جبريل اللي هو أم السنة اللي هو سأله ما الإيمان وما الإسلام وما الإحسان فإيه اللي حصل؟ فالنصيحة بتدخل في كل ده فأنت عندما تنصح تريد الخيرة للغير في كل أمور الدين والدنيا وكأن النصيحة تبقى في إيه؟ قل إن صلاتي ونسقي ومحياي وماتي لله رب العالمين النصيحة تكون في كده في المحيا وفي الممات في كمان في الإيمان والإسلام والإحسان ترجمة نانسي قنقر